ماذا عن الاجتماعات التي يبدو أن عنوانها الرئيسي تقاسم الحكومة العراقية المقبلة فوفق مصادر سياسية فإن الاجتماع سيضم قوى الإطار التنسيقي إلى جانب حلافائه وهم الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طلباني وتحالف العزم السني برئاسة مثنسة من رأي أشار المصدر إلى أن الاجتماع سيعقد عقب انتهاء جلسة اليمين الدستورية للنواب الجدد البودلاء عن النواب الصدريين الذين استقالوا الاجتماع سيركز على أدق تفاصيل تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزرية كذلك بما فيها توزيع الحقائب وفقا للعرف السياسي المتبع إلى جانب الثقل النيابي وبحسب المعطيات فإن للمكون الشعي 12 وزارة ستكون حصة ائتلاف دورة القانون برئاسة نوري المالك منها أربع وزارات كذلك نفس الرقم سيكون بالنسبة لتحالف الفتح الفتح بزعامة هادي العامري أي أربع وزارات أيضا فيما ستذهب حقيبة وزارية إلى تحالف عطاء والذي هو بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياد وسيحصل تحالف قوى الدولة برئاسة عمار الحكيم على وزارة واحدة كما سيحصل تحالف النهج برئاسة عبد الحسين الموسوي على حقيبة وزارية واحدة أيضا المصادر أكدت أن الثقل وأهمية كل وزارة رهن بعدد المقاعد التابعة لكل حركة أو تحالف وهكذا بالنسبة لبقية المؤسسات والهيئة المستقلة كما أكدت أن كل الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة غير صحيحة حتى الآن حيث سيتم ترشيح شخصية سياسية تحظى لديها بداية وزن سياسي إلى جانب خبرة بالعمل السياسي ولكن تحظى بمقبولية لدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر أخرى أنه من الصعب عقد جلسة الخميس في مجلس النواب قبل اتفاق الشركاء الصدر من تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني والمستقلين مع تحالف الإطار على شكل الحكومة القادمة وأكدت أن لقاءات متسارعة بين تحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني لاتخاذ موقف مشترك قبل جلسة الخميس تجري تبعا